السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمار البيت من هم عمار البيت وهل هم مسلمين ولا قفار وهي سلوكيات واخلاقيات عمار البيت صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال بسم الله عايز اقتعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان في المدينة جن مسلم فان بذلكم من هوام البيت شيء فحرجوا عليه الثلاث فان رأيتموه بعد الثلاث فهو كافر فاقتلوه عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي ذكر عمار البيت ولذلك أنا عايزك تعرف أن العمار دولت سلوكياتهم هي سلوكيات أهل البيت فلو كانوا أهل البيت نصارى فالعمار اللي موجودين نصارى ولو كانوا أهل البيت من اليهود فالعمار اللي موجودين فقلب البيت من اليهود ولو كانوا مجوز فالعمار من المجوز ولو كان عمار أهل البيت يعني سبحان الله وناس مؤمنين وإنت مثلا دخلت بيت كده وكان فيه قبل منك ناس مؤمنين وناس صالحين بتبص تلاقي مثلا سلوكياتك لو مش كويسة تبص تلاقي ان في بعض الخبطات في البيت او بعض الحاجات عبارة عن تحذيرات واشارات بتجيلك من العمار عشان تحسن سلوكياتك واخلاقياتك داخل البيت لكن خلينا نتكلم عن موضوع مهم جدا ايه هو العامر اساسا العامر ده هو عبارة عن جن كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث بيكونوا موجودين معك في قلب البيت بتاعك انت ما بتشوفهمش بس هما بيشوفوك لما انت بتخلص اكل هما بيأكلوا من نفس الطعام اللي انت كلته بس ايه انت بيأكلوا من الطعام ده لما انت بتاكل مثلا وتقول بسم الله بعد ما بتخلص اكله طبعا بتقول الحمد لله فهم بيأكلوا بقايا الطعام فلو انت أكلت فراخت تعود الفرخة كما كانت افضل مما يعليه لو أكلت مثلا اللحمة تعود اللحمة نفس المقدار اللي انت كلته افضل مما كان عليه فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجيني لما كان مع عبد الله بن مسعود فخط لابن مسعود خط كده عبارة عن ديرة وقال له إياك إنك أنت تتخطى الخط ده عبد الله بن مسعود يعني سبحان الله ظل في الديرة دية حتى إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع من حوالين منه ظنام شديد أو يغامهما وصوت عالي فظل موجود في الخط كما أمر النبي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما عدله أراك يا ابن مسعود لم تتجاوز الخط قال نعم يا رسول الله فعلت ما أمرتني به قال أما أنك لو تجاوزت هذا الخط لتخط فتك الجن والشياطين ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري من هؤلاء قال لا يا رسول الله قال هؤلاء هم عالم الجن أتوني فأسكنت المؤمن منهم الحضر وأسكنت الكافر منهم يعني الجبال والأنهار والبحار وطلبوا من الطعام فجعلت أن كل طعام ذكر اسم الله عليه يعود أفضل مما كان عليه للجن المسلم والروث اللي هو بتاع المواشي عزكم الله بتاعدنا يعود أفضل مما كان عليه لدواب بهم فكل ما ذكر اسم الله عليه هو طعام للجن فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إن الإنسان يستجمر بعض فلما سوء ليه قال لأنه ده طعام الجن فأنت لما تشوف عضمان في الطريقة وتشيلها في مكان كده معين فكأنك أنت بتشيل طعام إخوانك من الجن المؤمن وبتحطه في مكان إيه على جنبك ده يا سلام لو قلت بقى بسم الله وانت بتشيل العظمان ده وقلت الحمد لله كان لك أجر عظيم جدا عند الله يجل وعلا وضربت بك الجن المؤمن أو الجن المسلم الأمثال في التزامك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبالنسبة لعمار البيت دولت يعني سبحان الله فيه علامات بتدل على وجودهم في البيت إذا كانوا كفار ممكن واحد مثلا يعني سبحان الله يروح يسكن في بيت كان ساكن منه قبل كده نصارى أو ناس ما بيصلوش فأول ما يخش البيت ده يبص إليه نفسه تعبان عنده صداع عنده دوخة جديدة جدا أمراض بتنتشر في جسمه نهيك عن الكوابيس والأحلام المزعجة اللي ملهاش أي سبب واللي مش معروف إيه حكايتها نهائيا وأضف إلى ذلك أن الإنسان اللي بيسكن في المكان ده يعني سبحان الله حسي دايما أنه مخنوق مش عايز أنه يعود فيه ولولي دايما معدود واتبصت لايه أن الأولاد يعني سبحان الله أصبحت أن الأمراض بتدب في أدسامهم والأمراض ديت ملهاش أي سبب طبي يعني لو رحت لطبيب واثنين وثلاثة حيقول لك مش عارف أنا مش شايف أي مشكلة موجودة قدامي عشان أقول لك مثلا أن فيه سبب طب وأن الأشخاص دولت مرضى أو أن أطفالك أو أولادك تعبنين بسبب ده معين فتفضل بقى في حالة يعني سبحان الله عبارة أنك أنت عملت لف حوالي نفسك وفي ناس من اللي بتسمعني الآن ممكن أنه أكون شاهد دود طويل جدا يعني طول الصبع كده في الحمام أو في المطبخ أو شاف أن فيه ناملة بيطلع كده والناملة ده يعني سبحان الله ملوش أي سبب أو بص على جدران البيت فشاف أن فيه رسمات على جدران بيته أو أن أنوار البيت عندك بتنطفي أو بتنحرق بدون أي سبب أو أنك أنت لما تجيب أي جهاز تبصت لأن الجهاز ده ما يعودش فترة طويلة ويخرب وتبصت لها دايما لما تخش البيت أنت مخنوق مش متقبل أي حد من أولادك ودايما في حالة خنقة شديدة أوي ثانيا بقى لو مراتك يعني سبحان الله بتتكلم معك تبصت لها نفسك أنك أنت مش متقبلة ولا هي متقبلك فتبدأ بقى في المشاكل الفلوس ما فعاش بركة النفسية مش مرتاحة نهيا داخل البيت فكل ده لأن العمار اللي موجودين كفار نهيك بقى أن أنا عايز أخرج العمار اللي موجودين في البيت ده أعمل إيه؟ بص أسيدي بالنسبة للعمار اللي بيكونوا موجودين في البيت فهو مسألة التحريج عليهم أو مسألة أنك أنت تخرجهم من البيت ده من أسهل المسائل اللي ممكن الإنسان يلجأ ليها خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح في الأحاديث وأوضحت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الكثير فعندك مثلا على سبيل المثال أنك أنت تكون موجود على وضوء ومعاك اتنين صالحين مثلا أي اتنين من أئمة المساجد أو أشخاص مثلا بيصلوا الصلاة في وقتها وتخش معهم الغرفة وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل هذا المكان أحرج عليكم بالله العلي العظيم ألا تتعرضوا لنا بأذى وإن كان فيكم كافرا أو مشركا فليغادر بيتي أحرج عليكم بالله العلي العظيم ألا تتوجدوا معي داخل هذا البيت ثم أنك أنت لما بتحرج عليهم هتبصت لي يعني سبحان الله أن الأوضة ربما أن يكون فيها شيء من الدخان البسيط فحتأذن بقى هنا في الأوضة وإنت رفع صبعك الثبابة هكذا وبعد ما تأذن هتبص على أركان الغرفة الركن اليمين وتقرأ فيها آية الكرسي والركن الشمال وتقرأ فيها آية الكرسي وخلف منك وتقرأ آية الكرسي والركن الآخر وتقرأ آية الكرسي ثم بعد ذلك تقرأ في السكف آية الكرسي وفي الأرض آية الكرسي وصورة الزلزلة في كل الغرف اللي موجودة عندك في البيت هتنفذ نفس ذاك البرنامج اللي أنا قلت لك عليه ثم بعد ذلك هتجي جاي مثلا يعني وده حاجة يعني مفروغ منها أنك أنت سبحان الله هتشغل صورة البقرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال عليكم بالبقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطرة يعني أنت لما تقرأ صورة البقرة في البيت بتاعك خدست لها أن ربنا سبحانه وتعالى جعل عليك من يحفظك وجعل عليك من يرعاك وما فيش أي شيطان من الشيطين أيا كانت قدرة هذا الشيطان يستطيع أن يصيبك بضر أو أنه مثلا يعني سبحان الله يصيبك بأي أداء أنا عايزك أنك أنت حتطبق البرنامج اللي هو بتاع التحريك ده المدة 3 أيام حتبصت لايه لو في حشرات عندك في البيت اختفت حتبصت لايه لو أن أولادك يعني سبحان الله كانوا بيمرضوا المرض انتهى حتبصت لايه مثلا أن يعني سبحان الله العمار اللي موجودين في بيتك أصبحوا عمار صالحين يعني الكفار منهم خرجوا وأهم حاجة أنك أنت تذكر اسم ربنا سبحانه وتعالى وأنت بتاكل أي وجبة من الطعام لأنك لما بتسكر اسم الله جل وعلا فالبركة بتحل على هذا المكان اللي أنت ذكرت فيه اسم الله جل وعلا على الطعام ثم بعد ذلك أنك أنت هتحط الطعام بتاعك كده اللي هو بقية الطعام قدام باب البيت حتبصت لايه شيء من الطوافين يعني قط مثلا قطة جات أكلت الطعام ده أو عكت تفكر أو تستهزأ أن بأكل القطط للطعام اللي أنت لميته قدامه البيت مجرد كده النقطة يعني عابرة كده جات أكلت ومشيت لا دولة يعني سبحان الله أحيانا بيكونوا من العوامر اللي موجودين معاك بينزلوا يكلوا البقايا اللي أنت سبتا ديت وبترجع أفضل مما كانت عليه لو أنت تباطي الطريقة ديت حتختفي جميع الأعراض اللي موجودة في حياتك وبيتك وتذكر أنك أنت ما تتعرضش لأي حد من الهوامر اللي أنت بتشوفها زي مثلا ثعبان أو أي حاجة غريبة قبل ما تحرك ثلاث أيام لأن أبو موسى الخدري كان في يوم من الأيام بيصلي في البيت وكان سك في البيت معروش من الجريد وفي واحد من الصحابة شاف حانش في البيت فهم أنه يقتله وأخرج السيب بتاعه فبو موسى الأشعري مسك يده وهو بيصلي يعني هنيئة كده يعني كانه بيقول له أصبر ولما افترغ من الصلاة قالها أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نقتل أي شيء من هوام البيت حتى نحرج عليه ثلاث فهين تعجب يعني سبحان الله هذا الصحابي وقال له إليك قصة فتى الخنضط أنه لما كان بيحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجع لأ زوجته أمام البيت شعرها منكوش فهم أن يضرب زوجته فقالت له شوف اللي موجود في بيتك جوه فدخل على السر الله ثعبان فأتله فواعه هو كمان قطيل فلما ذاو بيه للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن في المدينة جن مسلم فإن تعرض إليكم شيئا من هوام هذا البيت فحرجوا عليه ثلاث فإن بدأ لكم فاقتلوه فسأل الله عز وجل أن يجعل بيوتنا كلها طهرة المقطع دلو عجبك شاركوا لأصحابك وأصدقائك فتدلع الخير كفعلي دمتم فد في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته